اكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب ان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه هو ملك الانسانية والوفاء والذي جسد جلالته اروع الصور والمواقف في الانسانية والوفاء والوقوف الى جانب ابناء شعبه في احلك الظروف واصعابها ليضرب جلالته ايده الله للعالم اجمع معنى القائد الحكيم الذي جبل على اتباع سبل تعزيز القيم الانسانية النبيلة في وطنه وبين شعبه وتصديرها الى العالم ليكون جلالته مثالا يحتذا به وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لقد تخرج حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه من مدرسة الامراء والانسانية وانتهل جلالته هذه المعاني القيمة من والده المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه واجداده الكرام الذين شهد لهم العالم والتاريخ بمواقفهما الانسانية النبيلة والعظيمة والرائعة في معاني تظهر لنا مدى تمسك وحرص جلالته على اعلاء قيم الانسانية ورفع راية التسامح والتعايش بين الجميع وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن اتصال حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه بالبطل البحريني سامي الحداد وتهنئة جلالته له بالإفراج والعودة ساليما إلى أرض الوطن مع بقية إخوانه يؤكد المساحة الإنسانية الواسعة التي يتمتع به جلالته ومدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به أبناء شعب البحرين من قبل جلالته الذي يسهر دائما على راحاتهم ويسعى إلى توفير كافة أشكال العيش الكريم لهم والمحافظة على أمنهم وسلامتهم في مختلف الظروف ومهما تغير الزمان أو المكان وضف سموه منذ اليوم الأول لظهور معاناة صيادين البحرينيين تأكد للجميع مدى قوة الشخصية الإنسانية التي يمتلكها جلالة الملك المفدة فقد تأثر جلالته بصورة مباشرة بمعاناة أبناء البحرين الصيادين الذين ارتبطوا بالبحر وبات عيشهم ورزقهم عليه وتابع جلالته بكل اهتمام هذا الموقف ووجه الجهات المعنية في المملكة بضرورة الوقوف إلى جانب أبناء البحرين والعمل على أرجاعهم سالمين غانمين إلى حضن البحرين الكبير والعمل على توفير سبل الراحة لهم منذ الإفراج عنهم حتى الوصول إلى البحرين وكذل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن ملك الإنسانية يعيش في نفوس ووجدان أبناء البحرين الكرام بعدما رسم جلالته بمواقفه الإنسانية والاهتمام بأبناء البحرين لوحات إنسانية بلا حدود ليصبح رمزا للخير والعطاء والتفاني والأياد البيضاء في سبيل رفعة البحرين وشعبها وختم سموه إن اتصال جلالة الملك المفدى بالبطل البحريني سامي الحداد أثلج صدورنا جميعا وأكد للجميع أن أبناء البحرين يعيشون في كنف جلالته ورعايته الأبوية وفي كل قضية تهم أبناء البحرين والإنسانية بصورة عامة يترك جلالته بصمة إيجابية له ويؤكد أنه بالأفعال لا بالأقوال ملك الإنسانية والأب الحنون والعطوف على أبنائه والساهر على راحتهم وعيشهم وأمنهم حفظه الله جلالة الملك المفدى وأدام عليه مفور الصحة والعافية وطول العمر